اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين عزينا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب يتقبل منا وإياكم أجمعين ورب يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والدين ويبارك لنا في أوقاتنا إنه ولو ذلك والقادر عليه الحمد لله لرب سبحانه وتعالى أكرمنا أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن الأيام المعدودات إن شاء الله أيام قليلة تفصلنا إن شاء الله على استقبال سيد الشهور رمضان المبارك إذن ضيفنا الغالي أطل عائدا من بعد عام وكان السلف الصالح يدعون الله سبحانه وتعالى أنهم قبل بستشور وحتى أكثر يقولوا اللهم بلغنا رمضان فالحمد لله لربي أظلنا بهذا الشهر المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمني والبركة وأن يهله علينا باليمني والإيمان والأحسان آمين يا رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل في القرآن فيه ما شاء الله من الخصائص ومن البركات نفرح به نبدأ ونسألناه فيه لأنه ما فيه من عبادات ومن طاعات وما فيه أيضا من حاجة نفسية حاجة روحية حاجة اجتماعية رغم أنه ما فيه ربما من مشقة على مستوى الجسدي فيه يعني ما شاء الله ساعات طوال ونحن نسوم فيه ولكن نحس فيه بطمأنينة وبراحة فالحديث في هذا الموضوع كيف نستقبل رمضان ما هو الحاجات التي نحب أن نذكر بها أنفسنا في رمضان بعض المساء الفقهية كذلك التي نحتاج أن نذكر بها أنفسنا في هذا الشهر المبارك ونحن مقبلون على هذا الشهر شهر الخير والبركة واليمن والأحسان والتضامن والتكافل وكالعادة للحديث في هذا الموضوع معنا فضيلة الشيخ الشاب سيدي محمد بسي مرحبا بك السلام عليكم سيدي عبد الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكل السيدة المشاهدين التي تفرجوا فينا على هذه القناة الطيبة المباركة وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعل شهر الرحمة شهر المغفرة شهر الأتق إن شاء الله هذايا مباركة علينا وعلى أمة سيدنا صلى الله عليه وسلم ننتظر بفارغ الصبر إن شاء الله يا ربي سبحانه وتعالى نكون أهل بشي ربي يزيدنا هالفرصة هذي سنة جديدة نعيشوا فيها بش نختنموا هذا الشهر المبارك إن شاء الله أهله وسهلا سيدة عبد الكريم مرحبا بمح orchاءة أهله وسهلا سيدة عبد الكريم مرحبا بالسدى المشاهدين مرحبا بحيه محمد إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقدين ربي يكرمنا إن شاء الله ونسوموه كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا وحبت أن نقول لسيد عبد الكريم سيد محمد صحش بيب حلوين برشا خلاجنا بحاجة باهية ممتازة جدا اليوم لأنه هذه دعوة باش نرجع ونلبسه اللباس متاعنا التقليدي وشهر رمضان معروف عنه قبل حتى نحن صغار كنشوفوا أبائنا خاصة اللبسة التقليدية متاعنا في صلة التراويح إلى غير ذلك هذا مش نحكوا لي اهتباعا بإذن الله في هذه الحصة إن شاء الله مدام أنت حكيت على التراويح حكيت في التراويح نستمتع بالقرآن ونستمتع بأصوات قراءة ومشيخنا فنستفتح إن شاء الله بما تأثر من القرآن الكريم بإذنه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم برك الله فيك صدق الله العظيم ربي تحبل الله يكرمك كثير يويت سيدنا قالون الإمام قالون هذه الوجه ضمي من الجمع ووجه الأداء المعروف ونحن نقرأه والحاجة البهية أنه في بلادنا تونس الرواية هذه لما تنتقل من مسجد إلى مسجد آخر تلقى الإمام خاصة شيخنا وساداتنا اللي يصلوا بالناس ترويح وتلقاه متقنين مرة يجيبوا وجه الأداء مرة يجيبوا هذي الوجه الثاني ضمي من الجمع مرة يجمعوا بقالون على البشيحي وسنة قرائية متروكة وإن شاء الله ربي يجزيهم كل خير إن شاء الله وترى أن الإمام يعني ممكن مثلا يعني في تسالة ترويح وحنته في شهر رمضان يقرأ هكا يعني مرة يقرأ بيضمي من الجمع مرة يقرأ لا 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 هو الختمة يختارها من الأول يختار والنصف في نظيره كمثله هذا هو الأصل لكن الأولى هذه رسالة لكل الأخوة والأخوات الآيام يعني نحكي للأخوات خاصة قاتل يتبعوا بسم الله ما شاء الله في القراءة وتلقاها مسجلة وكل شيء لابد أن الإمام مقبل ما يبدأ يصلي بالناس خاصة إذا كان يختار رواية معينة ولا وجه معين يقول باش ما سيرش يعني بلبلة هذا باش نبدو واضحين والأولى أن الإمام يصلي بالوجه المعروف فيه في تونس فكهو إن شاء الله ربي يخاف مشينا للتراويح ما شاء الله داري محمد يعني لما تحثو على الصيام على فضل الصيام لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي كل عمل ابن أدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يعني فضل الصيام أهمية الصيام يعني الصيام اللي هو ركن من أركان الإسلام فهنا ونحن نستقبل هذا الشعر المبارك مهم الساعة ونحن نركز على هذه الشاعرة أنه كيفاش تصوم مش فقط أنك تصوم نعم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ساعة أول حاجة سيد عبد الكريم ما نحب نتوجه لأستاذ الأولياء الأممات والأباء أي حذروا رواحكم راهوا عندكم الوليدات نحن نجد ما نخدمه على الجيل القادم هذا على شبابنا على ولداتنا فما شكون سنابش يصيم أول مرة وثما شكون من الشباب من الصغيرات يعني اللي أصبح مكلفا كما نعرف نحن في مذهب الإمام المالك الأربعة شروط فأصبح مكلفا بأداء هذا الركن ركن الصيام خلينا نقول للناس أنه راهوا التكليف التي تقصد به البلوغ أي نعم التكليف والعقل والسلامة الحواس يعني السماع والبصر وبلوغ الدعوة ما نحن نعطيه أربعة شروط نقول لهم فلابد أن يعلم الناس أنه راهوا العبادة الحكمية العبادة المعقولة المعنى والعبادة غير معقولة المعنى شوف الإنسان المسلم سيد عبد الكريم راهوا يتبع ما أمر الله عز وجل به حتى يذكر ما يفهمش ما هو المعنى من ذلك ما هو المقصد من ذلك سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا ولكن لو يتعرف عقله على الأسباب والحكم بالضبط نحن نتوضعه بلابش نصليه نحن نخسل في داية المرفق علش ما نطلعه مش هنالكتف لأنه حدد ليش علش الله أعلم معنى ثم حاجات تخرج على المعلمة ولكن نحن في شهر رمضان هذائي الساعة مش ما نبدأ وش قبل كل شيء نتعرضه لبعض الفتن ونقولوا لا علش ننصيم وعلش لا هذا الساعة أول حاجة سيديره وركم راهوا من القيام المتاع وراه من أساسيات الدين وراه الصيام هذائي إلى جانب العبادة كما قلت أنت سيادة كنت فضلت الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كله عمر بن آدم له إلا صوم فهو لي حي قدسي يعني وأنا أجزي به فلابد أن يخصص الإنسان في هذه الفريضة ويستحرض الإخلاص يستحضر الإخلاص علش يستحضر الإخلاص لأنه نكون في العبادات الكل ينجم يراء الناس في آفئة ولكن في الصوم راه ربي سبحانه وتعالى وأعلم به في صومه أحلان مفسدات الصوم لا تكون بالأكل والشربرة نجم تكون ببعض الأعمال الأخرى تفسد الصوم ولكن الرقابة لله عز وجل الرقابة كفى بالله شهيدة وكفى بالله حسيبة فالإنسان يستحضر هذه النقطة لابد أن يعلم أن هذه العبادة خاصة ويخشع فيها ويحضر فيها ويحضر روح فيها الأولياء السيدة الأولياء الأكارم يحاولوا كيفاش يفهموا صغيراتهم مدام نازلنا بعض السويعات بعض الأيامات القليلة قبل شهر رمضان يحضروا روحهم ويشارجوا صغيراتهم بيدي المعلومات اليمانية محمد اللي مازال يعني صغير مثلا عمره عشرة سنين حتى شن سنة ما وصلش ما وصلش ما وصلش ما وصلش مكلف ويحب يصوم نصف نهار ولا قادر على أن يصوم يقول لك نقدر مثلا بشي يصوم ايشنو ورايك يعني شوف إيجا نقول لك حاجة بشي مدام تفهمين إذا كان الإنسان بشي يضر نفسه هذه حاجة ما لا يختلفوا فيها عاقلين ولكن مثالش شجع صغيرك يحب يعمل نصف نهار ويخيط كما نحن يكون نقبل في تشجيع وكذا راهو ما يزمنش نكونوا جامدين في الدين لدرجة أن نحن نأخذوه مكعب قالب لا 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 راهو التحضير باهي راهو أكل كنشوف فيه النفس متاع هو يحب يطيع ربي سبحانه وتعالو يحب يتعلم كيفاش يصيم يحب يقلد الكبار ما يصيرش عاونه ويشجعه وبل بالعكس كما يقول الأباء والأميات يحضروا حتى شوية هكذا فلوس راهو ما يصيرش يشجع نهارك ذاك راهو أمور واضح عندي راهو مش نعطيك هذية هذية علي ولا مش نعطيك جينار فهمتني فهذية راهي لكلها من سببها ومن من الإليات خليني نقول الليينت هلناو على الجيل المستقبل لأننا مسؤولون راهو مش كان على الحاضر مسؤولون على مستقبل مهم جدا كما حكي على الفلوس والعلاقة كذلك مع الآخر شهر رمضان وشهر الصيام والعمل هذا اللي يعلم ربي سبحانه وتعالى حتى أنه تقييم كما قال أخونا محمد كل أعمال ممكن نشوفوها إلا الصيام لأنه هو نية لأنه إمساك بالأساس كل أعمال هي ظاهر الملائكة إلا الصيام فإنه بالأساس هو نية هو إمساك طيب وحتى في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ذكر المفسرون أن المقصود بالصابرين هنا هم يعني الصايمين فعندهم أجر عند ربي سبحانه وتعالى مضاعف وما يعلم كان ربي سبحانه وتعالى فلهنا لكن الصيام وشهر رمضان ما هوش هو فقط هو إمساك عن الطعام وعن المفترات كما نعرف من إله لكن مع ذلك أيضا هو جانب اجتماعي هو جانب علائقي هو رحمة هو رحمة بالمسكين هو أن ننظر لذلك المحتاج هو شكل من أشكال يعني التضامن كل الجلسة هكالقعدة هذيك اللي تلم عليها العائلة سبحان الله يعني اللي ربما في سيلة أيام ما تتحرم منها ما يقعدوش فلهنا نجد أنه هكال السعادة هكالراحة النفسية هكالطمأنينة هكالإنشراحة نلقاوه هكاللمة العائلية هذيك هكالبركة اللي تكون في الطعام فهذا أيضا من بين الحكم الكبيرة هكال sudah قوى في هذا شهر المبارك نعم بسم الله الرحمن الرحيم حبيت نبدأ كلامي بالصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نبحث في سيرته كيف كان يصوم وكيف كان يعامل أهله وكيف كان يعامل أصحابه صلى الله عليه وسلم في شهر أصيام الساعة قبل كل شيء سيدنا النبي قال حديثا شريفا يتكون من كلمتين من كلمتين اثنتين هذو ما إذا كنا فهموهم بإذن الله رب يفتح لنا الأبواب الصوم جنة فالصوم وقاية ربي سبحانه وتعالى في الخطاب للإلهي في الآيات اللي قريتهم قال يا أيها الذين آمنوا إذلك أنت أخويا الغالي واختي الغالية يا مؤمن يا من اكتمل إيمانك لابد أن تتنبه وتتثبت لأمر أنا علشي نصوم علشي ربي سبحانه وتعالى أمرني بالصيام علشي ربي جاوبنا قال لعلكم تتقون أيوة نحن عندنا 12 شهر في العام عندنا شهر إذا كان نمروا بالامتحان وننجحوا فيه الشهر جتون ناخذوه متاع 12 شهر متبقين اللي هو شهر رمضان شهر هذا يطلع فيه الرزوء تطلع فيه الإيمان تطلع فيه التقوى إذا كان التقوى هذه نحصلها كما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يتعاملوا في شهر رمضان كما ذكرت مع أهله مع زوجاته مع أصحابه فنحن بإذن الله يعني نالوا لأجر هذه يعني كان أجد ما يكون في رمضان في رمضان هذا الحب أن نقوله نحن خاتل سؤالكم سيد عبد الكريم قلت اجتماعيا كيفاش ماش نشوفه قبل كل شيء اجتماعيا نحن الحصة هذه قاعدين باش نستقبل وشهر رمضان يا أخويا الباهي ويا أختي الباهية وخويا الغالي وأختي الغالية ديما نقولوا الكلام هذية أنت مشسوم صحيح الصوم هذية متكفل به رب العزة سبحانه وتعالى فهو أمر بينك وبين ربك لا يمكن لملك أن يطلع عليه فيكتبه ولا شيطان أن يطلع عليه فيفسده فالأمر بينك وبين ربك سبحانه وتعالى أش حالك مع جيرانك شنو أحوالك مع أخواتك شنو أحوالك مع ميمتك اللي ممكن هي تلقاها في ولاية من الولايات وانتي ممكن ما تكلمهاش ومجتمشي تزورها قال شنو عندي خدمة برشا شنو حالك مع زوجتك مع صغيراتك شنو حالك مع ربك سبحانه وتعالى انتي محظر روحك باش تصوم وإلى لا لأنه برشا الناس ماشي في بالهم الصيام أني أنا نصوم كنعك على الماكلة وكهو لا لا قلت أن نحن عندما فهم في تونس غالطة أنك تبدأ السيركيلاسيون ووقت الخدمة ولا في المرشي نبدو نسبو كذا وكل شيء قال شنو رمضا أنا سيخرجت لكن لا أنا أقول لك يا أخي الباهي وأختي الباهية حذر نفسك هيئ نفسك يا ساعة بكل شيء أولا مع أقاربك ثانيا مع جيرانك ما تعرش لعل هذا آخر شهر رمضان تصومه انت عرف أنت تعرش ما تعرش لك أنت لعله أنت مش قابل ربي في رمضان تعرش على الظروف هذه هل أنت مستعد الساعة قبل كل شيء إلا لا لأن الله سبحانه وتعالى كي علمنا صيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان أجود ما يكون في رمضان مش معناها أنا قلش نواتي بره بركه وربي أعطينا الفلوس تاونا نمشي ندفع ولأننا تصدقته وربي سبحانه وتعالى نحن الحكاية هذه لكن لا سيد الغالي لحبينا نقولوه نحب ونزيد ونعاود ونقولوه للسادة المشاهدين المشاهدات أبدأ وقتك من توأ أعمل ورد بينك وبرربي سبحانه وتعالى فيه الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستغفار هذا هو سيد يعني شنو يعني العبادات ربما المخصوصة هل أنه في شهر رمضان فما توصيات قبل من يعني وهني جايك سيد محمد كذلك هل أنه فما يعني توصيات معينة أنا نوصي الجانب التعبدي الشعائري شنو اللي فما زايد أنا نوصي حاجة كل المسلسلات الساعة وكل البرامج اللي مشتعادة في رمضان رهي مشتعود السادة الترويح مشتعود أكا وقفتك أنت بينك و بين ربي في دويرتك مشتقعد وتلم العائلة ما عندهاش لذة كما ليمات لأخرين هذيك يزمك توضب عليها هذا خبال كل شيء ثانيا أن عمر وقتك بذكر ربي سبحانه وتعالى الاستغفار صليت على سيدنا النبي صلى الله أنت خارج من بيتك مشل الخدمة تقصد ربي مروح من الخدمة أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نحب الشارج يطلع في شهر رمضان هذيق لماذا؟ لأنه تم جزاء كبير عندنا ليلة النصف من رمضان عندنا العشرة الأواخر في رمضان عندنا ليلة 27 نحن نحتفل بها وتعرف بلادنا تونس يعني الجوامع تتزين وتقول للناس يعني عندنا عداد حتى في الماكلة خاصة باش يعظموا هذه الليلة هذية المباركة نحن اللي حبينا نقولوه ربي سبحانه وتعالى قال فاستبيقوا الخيرات مثل مش حاجة معينة نعم أنك مش تزور المرضى والمكروبين امشي يزورهم أنك مش تمشي تمشي تعمل طلع على سبيترات وتتفقد الناس حتى ما تعرفهم مش امشي يزورهم استبقي للخيرات وبإذن الله تخلق بإذن السميل العلي فضل شيخ أي سيد كلام مهم يسري قل فيه سيد بيلال وثم حديث لسيدنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك المنادي الذي ينادي ويقول أقبل شهر رمضان يباغي الخير أقبل ويباغي شري أقصر أي وإن الجلع أتقاء من النار وذلك كل ليلة نعم راني نحب نوجه سيدنا يعني مش صحيح أنه راهو العشر الأواخر فقط هي راهو في كل ليلة يعني من ليلة لولة تبدأ العتق من النار أول حاجة سعب شمدهم متفهمين راهو نحضر روحنا للنية النية النية وهي القصد في صيامي هذا الشهر ونقرح سبي أنه عندي نقوله مثلا 29 يوم يعني نية صيام شهر كامل شهر رمضان أي نعم ما غير ما نقول 29 و30 نجم يكون شهر رمضان شهر رمضان شوف هو اللفظ اللفظ من بركة النية اللي يتلفظ بها النية محل والقلب أي يقولوا الناس محلها القلب ويقعدهم يقول لك أنا يقولتها برسيب ما نقول لهم نقول لهم راهو بركة النية النية من بركتها ومن عظمها وهي النية وربي سبحانه وتعالى محلها القلب محلها القلب لعظمها ولكرامتها نحن عنا أنه كل ليلة 30 يوم 29 يوم الله أعلم فش يكونش هرمت يعني هذير و 31 ما يكونش لا ولكن إنسان ما يصيرش أنا راني معه النون والقلم وما يستوره نعم 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 برنامجنا سيدي 30 يوم 30 ورقة كل يوم شنية الهدف متاعي شنية اللي نحب نحقق في 30 يوم ذاك مشانش تخطيط بها يا راو ونعودوا أنفسنا على مثل هذه البرمجة سيدي عبد الكريم مع التخطيط أنا نحب نسلك نكونوا عمليين أنا تول مشاهدي ماذا نهارين 3 يام مش نصوم رمضان شنو الحاجات يا أخوي يعطيني بعض التوصيات اللي تعاوني على أن ينصوم اللي فيهم بركة مش نقدر على أني نعدي نهاري يعني مديا واجتماعيا ونفسيا باي لن أكون سيدي عبد الكريم خليني نغلق لن أكون كلاسيكيا في الإيجاب مش نحاول بخريف الناس اللي يعرفوه أنه قراءة القرآن والذكر والتسبيع وزي وصيلة الرحم وصوم أنا مش ركز على نقطة أخرى عاتيني يا اللي هي نقطة العمل الله الله ثم ناس اليوم أحكي عنه سيدي بيلاد أحكي على عامة الناس اليوم اللي تقعد وتشقف طرها مع الدار واللي تمشي تصلي التراويح متاحة ونوجهوهم كما قلنا إلى صليت التراويح اللي مرة في العام على قريصة مع قرآن ذلك زاد أيضا نشجعوه ماذا به يستحفظ على أياماته ولكن هون الناس اللي حب نحكي عليهم حب نحكي على الأمنيين حب نحكي على شدين الحدود متاعنا في بلادنا حب نحكي على أطباء ونحب نحكي على الفرنية نحكي على ومش قولا فقط ولكن الكونديسيون متاعهم خلينا نقول المواقف اللي يعيشوها خاصة في المغرب وقت اللي أذن تلقاه هذا التليفون حاطب حدها صحفة الشربة متاعه وشيد التليفون يطمن على أمه ويطمن على أبوه وفي نفس الوقت له يبالي مريض متاعه ولا عينيه على الحدود متاعه نعم نحب نقول لهم راهوا أنتم ما زال عندكم شهر رمضة وراهوا عندكم العمل اللي تقوموا بيها ذايا إلى جانب أداء هذه الفريضة على أحسن وجهها راكم قاعدين تربحوا في أجر كبير من خلال أداء العمل المتاعكم على أحسن وجه هذيا القول والسنين والكلام اللي كان يتقال متاعه أنه في رمضان خلينا نحب نرقد وفي رمضان خطر لبدان يرجع عليها بالتعبد أنا نحب نوجه السادة الشباب خاصة اللي قاعدين يقرأوا في المعاهد ويقرأوا في الكتب ويقرأوا في المنهج منهج ما يسمى بالمنهج خليني يقول الرومانطيقي الرومانطيقية بصفة عامة اللي يخدم عليها جبران خالي جبران يخدم عليها مخاين وعام في مسألة اذلال الجسد من أجل سمو الروح نيتشا وفيها هكذا تكلام زرداشته غيرها ومثال السوبرمان وهتلر اللي كان يستعمل مثل هذه الأمثلة هذي خارجة عن ديننا اذلال الجسد من أجل سمو الروح نقولهم لا ما تذلوش الجسد ولكن صيم الصوم الذي قال فيه كما كان يحكي سيد بيلاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جنة منع الجسد عن شهوات وتعرف شام سيد عبد الكريم يسمو بالروح اليوم الإنسان يذكر ما يفيقش بعد أربع خمسة يام من شهر رمضان اللي ثم تغيير في شخصه تغيير في الروح متاعه في السمو متاع الروح متاعه يراجع حساباته ويشوف البراماتر متاع الصوم متاعه خطر مش قاعد يصير صوم صحيح اليوم الصوم يجب يظهر في الأثر مش بالفشلة وبالنوم لا يجب يظهر بالإقبال على طاعة الله الإقبال على العلم الإقبال على فعل خير أسعدوا الناس من أسعد الناس أحبوا الناس إلى الله أنفعوهم للناس وين كنت من هذا ولا في رمضان تحبت رقضي وين على صيامه قيامه والذكر والتسبيح فيه نعم هذا هو الأصل أنه شهر رمضان هو عنوان العمل وليس يعني عنوان لها التكاسل برك الله فيك فضل تلبك الكلمة أيوة حبيتنا نقول أنه تكمل الكلام سيدي محمد أنه انتصارات المسلمين اللي كلها صارت في شهر رمضان نعم شهر رمضان مش الكل على كل حال ولكن الأغلب الأغلب صارت في شهر رمضان وشهر العمل شهر الجد شهر النتيجة شهر الخدمة شهر الحسابات زادة يا أخي مشيخنا كانوا ديما يقرنوا الزكاة بشيخرجها الإنسان اللي وصلت الفلوس متاعه إلى النصاب متاحه وبلغ عليها الحول ديما يربطوها بشهر رمضان يعني هاوك يجمع ما بين الدين وما بين الدنيا ومورة اجتماعية شنو كانوا يعملوا سيداتنا ومشيخنا شنو يوصونا في شهر رمضان يقول شنو نعمل سيدنا لمن مالك رحمه الله تعالى كما ذكر تلاميذته أنه كان يتفرغ لقراءة القرآن ويقول هو شهر القرآن كما قال ربي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لذلك ختمة ورختمة ختمة ورختمة ساعات تقرأ في سير الصالحين تقول لك شهر رمضان قرأ 17 ختمة وعشرين ختمة وثلاثين ختمة وكل شيء وثم شكونوا صلحة سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضان وكان يختمه كل يوم مرة ممكن إنسان يراوح بين ختم القرآن والعبادة اللي قلت عليها وبين العمل اللي هو يعني العمل خوطي اليومي خدمته نعم ينجم تعرف عليش يعني الصيام وشهر رمضان مش انقطاع وتبتل لا ليس انقطاع وتبتل ولكن هو شد المئزر شد المئزر لأنهم الصالحون كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نعم شهر رمضان نره شهير واحد 29 يوم العام هذون مش نتعبوا فيهم يعني تتعب فيهم بإذن الرحمن الرحيم إحداش شهر أخرين نره مش يتعدلك موروكم ريقلا نعم شنبدو واضحين لأنه هذا كشهر الخدمة آآ عليش قلنا القرآن شيخ وعليش سألني قلت العمل لأنه شهر هذا مبارك نعم والقرآن مبارك نعم والقرآن ما زاحم شيئا إلا باركه نعم وحنا نحكيه على باركة فما سؤال آي سيدي فما شكون من وخيان ربي يشفاهم آمين يعني فما شكون عنده عذر بش أم يفطر في هذا الشهر المبارك آآ فما اللي بش يقضي فما اللي مش بش يقضي حسب الحالة أكيد هنا شنو تقول يعني للناس اللي عندهم أعذار مبيحة مثلا كبير في العمر وما يقدرش أنه يسوم مثلا إنسان مريض يعني عنده مرض مزمن أو مرض يعني هنا شنو توجيهك شنو تقول للناس هذو اللي ما قدروش أنهم يسوموا هذا الشهر آيوة التوجيه متاعي قبل ما يسرون نحن المشايخ يمشوا يسروا للطبيب متاحهم المباشر هو اللي يعلم بصحتك أنت قبل خاطر عليش ثم برشة وخيان وأخوات أنهم أنا من سومش رمضان أي طبيب قال لك أفطر الطبيب هو أعلم منك أنت لذلك إذا كان طبيب قال لك أفطر يزمك تفطر تقول لي كيفاش نعمل كما يعني ورد عند سيدتنا الفقهاء يعني كيفطر إذا كان افطر في شهر رمضان شنو يعمل يخلص عنده نهار متاع يخلصوا عن كل يوم يطعم مسكين على كل يوم يطعم مسكين إذا كان قادر على أنه يرجع عن بعض إذا كان يعمل الزوز وفيها خير ما شاء الله هنا خيرت الخير ما فيها ندام مسيد البيت نعم يعني إذا كان هنا بالنسبة لسادة المشاهدين أكيد إذا كان إنسان يكون فما حاشتين أما أنه يكون هو مريض إذا كان يكون مرض مزمن المرض بشي تواصل فهذا يطعم عن كل يوم مسكين يكون قادر أنه يخرج مقدار مد من الطعام وإذا كان هو يكون قادر على أنه يقضي ذلك تلك الأيام يعني المرض مطيعه فقط في الحالة هذه الحالة تعكرت ويقدر يصوم بعد إنهم قبل ما يجيروا مضانرين بعده فهنا هو موش مكلف أن يطعم عن كل يوم مسكين وما قلنا زيت الخير ما فيها ندم نعم وباعتبار أنه الفدية تسمى هذه الفدية هي خاصة بمن أنه أو أنه في حالة أخرى كما قال الملكية بالنسبة للمرأة المرضعة مثلا المرأة الحامل تخلى عليها رمضان وهي حامل فهذا من المبيحات أنها من أعذار التي بيحال أنها تفتر أنها تفتر في شهر رمضان ولكن عليها القضاء قبل أن يجي رمضان المقبل لكن إذا كان تخلى عليها رمضان المقبل ففي الحالة هذه يولي هنا مع الأطعام أو مع القضاء يولي معها الفدية وقال الملكية حتى بالنسبة للمرضعة كذلك لأن المرضى مع القضاء فإنها كذلك يكون معها الفيديا ما أعرف ألا سيد عبدالكيما أنا قلت زيادة خيمة فيها ندامة نحب أن نعودوا الناس أنهم تصدقوا فيهم برك الله فيك نحب أن نعودوهم لأنه نفسي تبدأ شيحة شوية وكذا لكن يخرج هو يعرف أنه ماشي مع زكاة الفطرة اللي يقول هنا سيد المفتي إن شاء الله المقدار متاحها نعم المقدار متاحها هو يعود نفسه أنه قاعد يخرج وكذا وهي تطهير في الأخر إن شاء الله في العشر اللي واخر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نختم معك سيد محمد سيدة عندي زوز توجيهات لسيد المشاهدين لو يقبلوا مني توجيهات بإذن الله خلاثة منزيدش عليهم توجيه الأول لسيد التجار سايسو أعضايا بارك فيكم سايسو ماذا معناها تقول لي من أربحش أنا لا أربح بالمعقول طيب ما تغش الرضاء بما قسمه الله لك مش معناها أنك أنت تصور كالزوز فرنكو وتروح لا نجم تقع مصباح للي تخدم ولكن اخدم بما شرع الله وما أمر الله تطفيف الميزان بارك الله كالغشة في البيوع نبعد عليهم الله يبارك فيهم نطيب الرزق أمين اثنين النقطة الثانية بالنسبة للشباب اليوم اللي بشدخل للجامعة أول مرة سيد عبد الكريم نعرف أنه في شهر رمضان ديمة ثم شباب يعدي عام كامل بعيد على ربي بعيد على ولكن يقول لك أنا أتخل شهر رمضان بإذن الله بش نبدأ نعم يا رواد المساجد ويا أهل المساجد سايسوا عليهم والله يبارك فيكم افرحوا بيهم طيب مش معناها يبدأ يتصرف في تصرف مثلا غريبة على تبدأ تصيح عليه في الجامعة وتكش عليه والتنفر الرفق أي الرفق الله يبارك فيهم ويستحضروا لهم وذكهم ولداتنا وعاونوا ودلوا ويفرح به باهم سية ثلثة الثلثة والأخيرة مش ما نطولش عليهم السيد دي بلاي يبدأ على قراءة القرآن وربع ذو صحيح بالنسبة للمتعلمين القرآن بالنسبة لعارفين القرآن يكثر لأنه كل حرف عنده منه حسنات ونعرف أنه يعني في شهر فضيل كيف ناكه ولكن نوجه الناس اليوم ياخذوا كرسة صغيرة والمصحف معاهم مقلمة رساس وكل آية فيها مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقصد بها المعنى السياق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحط يجبدها على جنب وقال لا يخوي لفظ الرحمة يقول أنا بشوف الرحمة اللي موجودة في القرآن يقول يتيلال يوم في الجوجل ناجم نعم الرشارش لا لا أنا نحكي لك عليك أنت تقرأ بانتباه وتغذر للقرآن وتتدبر في القرآن وتشوف هل هذي معنى الرحمة ولا لا هذا شهر رمضان شهر الرحمة هذه الرحمة أنت تشبيد في الآيات وتشوف قديش في آخر رمضان قديش خرجت من آية فيها الرحمة بفعل جهد إن شاء الله ربي يعلمنا بالقرآن وينورنا بالقرآن وإشفر صدورنا بالقرآن ويفتح على بلادنا إن شاء الله ورب إن شاء الله ينزل عيننا البركات والسكانات والرحمة بفضل هذا شهر المبارك وبحقي هذا شهر المبارك أمين برك الله فيك بالحديث عن الرحمة وقيمة الرحمة وأهمية الرحمة في هذا الشهر المبارك شهر الرحمات شهر الخيرات شهر البركات شهر اللي هو جنة باعتباري أنه وقاية من الأمراض النفسية وهو سعادة رغم التعب الإنساني يحس فيه ولكن الإيمان يقوى فالإيمان يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ونحن في شهر نقبل فيه على القرآن نقبل فيه على ذكر الله نقبل فيه على صلاة الترويح على التهجد ما شاء الله فلذلك يزداد الإيمان ويزداد الإيمان بالأحسان لإخواننا الأحسان الجار الأحسان الفقير الأحسان المسكين ما ننساوش خيائنا ونحن الطاولة منصوبة فيها من الخيرات ما ننساوش من خيائنا لهما في شظف من العيش وما عندهمش ما يسد به الرمق فهذه إن شاء الله فرصة حتى أن نتعاهد خيائنا ونتعاهد الفقراء كذلك ونبين هذه المعاني معاني الأحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا من أسمى المعاني الأحسان فما ظنك إذا كان هذا الأحسان في هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكما ذكر رسول صلى الله عليه وسلم إن القرآن والصيام يشفعان نعم إن شاء الله ربي يتقبل منا وفقنا أجمعين شكرا لكم كالعادة فضيلة الشيخ بيلة بن محمود كذلك شيخنا محمد بسي بارك الله فيك شكرا لكم سادة المشاهدين إن شاء الله ربي يكونوا وفقنا فيما قدمنا لكم إن شاء ربي رمضان مبارك علينا ناس الكل ربي يتقبل منا وياكم أجمعين إن شاء ربي يباركك في هذه القناة وكل القائمين على هذه الحصة وكذلك في بيزارة الشؤون الدينية على القائمين أيضا على هذه الحصة وعلى ما تفضلوا به من جزيل المجهودات الحمد لله لأن ربي إن شاء الله بلغنا إن شاء الله نقول إن شاء الله ربي نحسن الظن ويبلغنا هذا الشهر المبارك إن شاء الله وربي يرحم موتنا كل من كان عزيز علينا في سنة الفارطة في شهر رمضان الفارطة وما كانوا معنا يعني أسنين يقول وربي يرحموا وربي يبارك في أنفاس الحاضرين إن شاء الله وربي يوفقنا لما فيه خير أي أدنيا والدين وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة المقبلة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر